لم يستخنى شهر رمضان من الواقع الجديد الذي فرضه فيروس كورونا على العالم أيام معدودة تفصل المسلمين عن حلول شهر رمضان المبارك ونظراً للظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم منظمة الصحة العالمية تصدر توصيات بشأن الممارسات الدينية والاجتماعية في رمضان ففي إطار تدابير التخفيف من مقاطر انتشار العدوى نصحت المنظمة باتباع سلسلة من التدابير الاحترازية أولها إلغاء المحافل الاجتماعية والدينية وتعويضها بالبدائل الافتراضية على منصات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي إشراك القيادات الدينية في مرحلة مبكرة من صنع القرار ليتمكنوا من المشاركة في التبليغ عن أي قرار يؤثر على الأنشطة والفعاليات المرتبطة بشهر رمضان استمرار الالتزام بالتباعد الجسدي عبر ترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين الأشخاص في جميع الأوقات استخدام أساليب التحية التي تستبعد الملمسة مثل التلويح أو الإيماء أو وضع اليد على القلب منع تجمع أعداد كبيرة من الأشخاص في الأماكن المرتبطة بالأنشطة الرمضانية مثل أماكن الترفيه والأسواق والمحلات التجارية عدم حضور كبار السن أو أشخاص يعانون من أمراض مزمنة أي تجمعات إذ أنهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض إقامة الفعاليات الرمضانية في أماكن مفتوحة إذا أمكن وضمان التهوية الكافية وتضفق الهواء في المكان تقصير مدة الفعاليات قدر الإمكان للحد من احتمالات تعرض للعدوى تنظيم عدد الأشخاص الذين يدخلون دور العبادة لدمان التباعد بينهم في جميع الأوقات أما عن الصيام أعلنت المنظمة أنها لم تجري دراسات حول الموضوع لكن من المفترض أن يكون الأشخاص الأصحى قادرين على الصيام إلا أن المرضى المصابين بكورونا يمكن لهم التشاور مع الإطباء حول أمكانية تأثير الصيام على حالتهم الصحية كما هو الحال مع أي مريض آخر